برنامجكم صوت الناس صوت الناس يناقش وياكم اليوم موضوع مهم يتعلق بشريحة مهمة وكبيرة بالمجتمع هي شريحة المتقاعدين اللي يبدو أنهم راح يبقون مظلومين على مدى الحياة المتقاعدين بالعراق عددهم كبير جداً ويصل تقريباً إلى أربع ملايين أو أقل شوية وهذولا نطلوا للعراق كل شي وخدموا البلد من خلال الدوائر والمؤسسات اللي يشتغلوا بيها وخدموا الناس وقضوها بالحر والبرد يشتغلون سنين طويلة منهم اللي خدمتها 30 سنة وأكو حتى 40 سنة يعني جابوها منهم شباب إلى أن أعمارهم اتجاوزت 60 حتى 70 وتالي هيطلع براتب 500 ألف دينار 500 ألف دينار يعني تساوي لها 300 أو 400 دولار وإذا نحسبها زيان راح يطلع راتب اللي يتقاضاه هو 10 دولارات عن كل سنة خدمة واليوم وال300 وال400 دولار اللي يأخذها مدكف فيه أدوية للضغط والسكر والقلب وغيرها من الأمراض المزمنة لكبار السن فكيف إذا كان عنده بنات وولد وعائلة وإيجار وإجور مولدة ومي وكهرباء وتليفونات وإنترنت وبقية المصاريف المعروفة طبعا ما راح نحكي عن أسلوب التعامل والإذلال والإهانات اللي يشوفوها أو يشوفها المتقاعد من يراجع الدوائر وكأنه عالى عليهم وبس يردون يتخلصون من عنده بس لازم نذكر هذول الموظفين ونقولهم أنتوا أيضا راح تصيرون في يوم من الأيام متقاعدين فشوية علي كيف كوموا إياهم نتمنى وننتظر اليوم اللي ييجي والمتقاعد تخلص معاملته التقاعدية بدون ما يراجع وياها يجي التأمين الصحي والاجتماعي وراتبة يوصلة للبيت